عندك تعليق على التشكيل ونرجع برضو ناخد يعني احنا جاننا تشكيل السينايروكت عايز اخد رايك فيها بس مدام منتخبنا الوطني جيه اخد رايك كابتن فيه خلينا اقولك في البداية فاروق يمكن اي 11 لعيبة يلعبوا النهاردة احنا محتاجين الفوز محتاجين ان احنا نفرح الشعب المصر كله وديق ما معنا لا التشكيل يمكن هو دل مختارهم واحنا كان فيه توقعات كتير جدا ان محمود علاء يلعب لانه الرجل واخده من البداية اتمنى له التوفيق طبعا النهاردة لكن عليهم دور مهم جدا الاتنين ان انت لازم فرقة السنغال يا فاروق هتضغط وهتضغط بشكل شارس كان انا شفت تصراحات المدير الفني السنغال قالك انا مش هعمل زحمة او هعمل ضغط عددي في الحتة بتاعته 18 لان احنا بنعرف فيه كويس انا اسف كابتن برضو عشان بس الناس تبقى معانا اول بول منتخب بيطلب تأجيل المباراة نصف ساعة نظرا ان هو يعني زحام في الطريق او بل ما وصلت اخر وبالتالي بيطلب تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة اخرى هنشوف طبعا اللجنة او المنظمين لهذه المباراة ممكن هيتصرفوا زي من الاتحاد الافريخة خلي بقى لك اممكن دي برضا فروق اممكن الراجل من بداية المباراة الاولانية ما خلصت واحنا قرينا تصراحاته ان هو بيلعب على زي ما قال الكابتن ريدان هو بيلعب على الجماهير ان هو الضغط معاناول لكن انت عندك خبرات عندك النهاردة لعيبة كبيرة جدا تقدر يعني زي بالبلد كده كالعيب كورا ان انت تسد ودانك ان انت عندك هدف تحققه وانا بقول لك يا فروق يمكن اللعيب على ضغط جدا كبير جدا انها ارضا من حيث انها تضغط حاجة تانية اتمنى وصول منتخب مصر لكاس العالم لان على ارض عربية وده ما بيحصلش كتير يا فروق اول مرة تلعب لكاس العالم هيتلعب في دولة قطر دولة عربية ان انت مصر تبقى مشاركة فيها الحاجة تانية يبقى انجاز كبير جدا ان انت تتوصل للمرة التانية على التوالي لان ارضا يبقى فيه توازن بين الدفاع وللجوم للمنتخب المصري اللعيبة مركزة بشكل كبير جدا محمود علاء وياسر ابراهيم يقدروا ياخدوا اللعيبة ويخرجوا اتمنى يكون فيه دور كبير النهاردة للتلاتة الدفندرات اذا كان ان ان او حمد فتحي او الصلاية يبقى فيه تناوب في الحتة الدفاعية والهجومية الحاجة تانية يكون عندنا كمان سبات او اتزان دفاعي نقدر ان احنا نشتغل يا فروق عليها لازم يكون عندنا استحواز وشفناها بشكل كبير جدا ان منتخب المصري لما بيستحوز يا فروق وبيمسكوا كورة المنتخب السنغالي بيبقى الان ما بيضغطش على فرقة منتخب مصري اتفكر النهاردة اتمنى ان اللعيبة تنسى ان انت كسبان في الماتش الاولاني هدف اتمنى النهاردة اللعيبة نازلة صفر صفر اللعيبة تنزل لا انت منتخب كبير منتخب انا امكان انا شفت وانا متوقع وان شاء الله احساسي ان صلاح هيتفوق على نفسه النهاردة في المباراة اشتركوا في القناة